هنرجع بقى لموضوعنا طبعا يعني عايز اقولك فيه تشابه كبير جدا في حتة البطولة من 2013 لما كسبناها اخر مرة للبطولة الحالية بالصدفة طبعا وهي عدم وجود الجمهور الظروف طبعا كانت اصعب في حاجات كتيرة تانية زي عدم وجود ملاعب وما كانش فيه دوري وحاجات كده لكن انا باخد الحتة دي بالمناسبة عشان دي هتاخدنا لكلام في الحتة الفنية شوية بحكم ان احنا لعبنا في استاد محمد الخامس وانت عارف لما تلعب في استاد محمد الخامس مع منتخب المغرب او مع فريق زي الرجاء والوداد طبعا بيبقى حاجة يعني عبق نفسك كبير وايضا عامل ايجابي بالنسبة لهم هما كلعب الوداد والرجاء يعني انما انا شايف ان عدم وجود جمهور بالنسبة لمباراة الوداد ده عامل انا شايفه بالنسبة لنا صالحنا صالحنا دي نقطة طبعا النقطة التانية هي بتتوقف على عندنا حاجة ايجابية شوية كمان او نقطة من النقاط انا بفكر بحكم الوداد والاهلي حكم الوداد والالفة بكار ان احنا عندنا ميزة برضو المدرب عنده خبرات عن افريقيا يعني ميزة باني لعب مع الوداد اشتغل في افريقيا لعب مع الشمال الافريقي اللي هو بيختلف تماما عن جنوب افريقيا ووسط افريقيا وغرب افريقيا فكل المميزات دي يمكن مدربهم ارجنتيني ممكن يكون برضو احتكاكوا بالمدرسة العربية واللعب بتاع المنطقة العربية وشمال افريقيا يعني كان عنده طلبة جنوب افريقيا بس برضو يعني غير شمال افريقيا